إذا كنت تريد أن تنتقد أداء أنت حر لكن في حاجة أنا عايز أعلق عليها وحتكلم عنها بالعقلة لأنها زادت عن الحد الحقيقة وهي أسلوب بعض النجوم القدامى في تحليل المباراة والأحداث من وجهة نظري أن الأسلوب ده أصبح غريب ومستفز مستفز هتقولي إيه اللي؟ هقولك بعض النجوم اللي بنحترمهم وقدي أسلوب السخرية والتنمر والترفيه أسلوب حياة في تحليلهم للمباراة وجهة نظري أن محدش كتير بيتفرج فبالتالي بعمل إيه؟ بحاول أخبط في الحتة دي علشان الناس تتفرج وأعمل بروباجندة لنفسي والتنمر اللي بعمله أو بالسخرية من أداء لاعب يعني يطلع واحد يقولك إيه أصلاً محتاج تروسيكل عشان يوصل للمرمو طيب هل حضرتك شايف أن ده أسلوب طبيعي؟ تقدر تنتقد به أو تحلل به أداء؟ حضرتك قدوة الناشئين والشباب لما يشوفوك هتعلموا منك إزاي؟ هتعلموا من السخرية والتنمر؟ السخرية جريمة اجتماعية بالمناسبة والتنمر جريمة اجتماعية لازم نبقى واخدين بالنا أنا هنا يعني أنا بقولش وصايا لحد ولا ليه علاقة ولكن أنا بقول حاجة أنا شايفها غلط لا يمكن أن نتنمر بهذا الشكل ونسخر من بعض بهذا الشكل إطار كرة القدم قول إن الفريق النهاردة مش كويس أصل مودست محتاج إن هو يتحرك ناحية الليمين أكتر أصل حسين الشحات كذا أصل أفشا كذا قول اللي إنت عايزه انتقد أداء فريق في الملعب أداء لاعب في الملعب ولكن سخرية وتنمر موضوع بقى صعب قوي ترجمة نانسي قنقر